دشنا بمدينة زنجبار تشغيل بئر ارتوازي وبناء خزان برجي وتركيب منظومة طاقة شمسية في إطار مشروع حفر بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والعمل الإنسانية ومؤسسة رؤية المستقبل بدعم من فاعل خير وبأشراف من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وقدم دير عام أشؤون الاجتماعية والعمل يحيى اليزيد على أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في توفير مياه الشرب لحي الطميسي والذي يعد من الأحياء الكبيرة في مدينة زنجبار فيما عبرت رئيسة مؤسسة رؤية المستقبل فلسطين بركات عن شكرها لفاعل خير الذي قام بتمويل هذا المشروع شاركت شاكرة للسلطة المحلية في المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة في المحافظة لتسهيل تنفيذ المشروع حضرت تدشير مدير العلاقات العامة والعلان بمؤسسة البادية محمد جمعان اشتركوا في القناة